في اليوم الأول مشاهدين من مسابقة سوق عكاظ للشعر العربي الفصيح اشترك معنا 22 شاعرا جميعهم التقوا بلجنة التحكيم فبالتالي استمعنا إلى إبداعاتهم التي أخذتنا إلى أجواء شعرية متميزة الآن ستبدأ لجنة التحكيم وداولاتها لاختيار منهم الشعراء العشرة الذين سينتقلون معنا إلى المرحلة التالية السؤال يترى منهم طبعا المعايير في جوانب منها تحتاج إلى وعي مننا دقيق يعني مثلا ما هو الوعي الذي تنبئنا به القصيدة عن الشاعر ما رأيك يا دكتور علي في هذه القصائد التي قرئت أمامي أفرزت جملة ظواهر منها ما يتعلق بالمرأة والرجل وقبيعة الحوار بينهم يعني أنا عجبتني بعض القصائد شعر المرأة هو اللي أثار هذا السؤال أثار هذا كذلك أنا أثارني موضوع اللي ومشترك تقريبا بين عدد من القصائد كما رحضتم من ناحية الموضوع هو التفاعل الشعراء مع الواقع مع واقع الوطن العربي تفاعل له رؤية شعرية عميقة في ملاحظة في ملاحظة برزت من خلال القصائد التي قرئت كل القصائد التي قرئت وربما إذا لم تكن يعني كلها أو معظمها على الأقل قصائد عمودية لكنها حديثة في رؤيها نحن الآن ننتهي إلى مجموعة من الأسماء البارزة التي نطمئن مع بعض إلى أنها هي التي تجتاز الدورة الأولى الشعراء العشرة المتأهلون للمرحلة النهائية محمد أدوم من موريتانيا منا حسن الحاج من السودان